بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفراح واحتفالات عارمة في كل المدن التركية والمدن الأذربيجانية فرحا بتحرير مدينة شوشة الأذربيجانية هذه المدينة الاستراتيجية والذي يعد تحريرها نصر كبير للإسلام والمسلمين حيث تم استرجاع مساجدها واسترجاع أرضها التي هي ملك لدولة مسلمة بعد احتلال دام 28 عاما وإن في ذلك لا إشارة ودلالة بأن الاستعمار كله سيزول وأن الأقصى بإذن الله تعالى وأرض فلسطين ستعود للمسلمين حتى وإن طال الزمن لابد للشعوب أن تفيق ولابد للأمة أن تنتصر الرئيس أردغان مهنئا بتحرير شوشة الأذربيجانية بقوله من صبر ظفر جاء ذلك في كلمة الرئيس رجب طيب أردغان في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية غربي البلاد هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردغان أذربيجان بتحرير مدينة شوشة من الاحتلال الأرميني قائلا من صبر ظفر جاء ذلك في هذه الكلمة التي ألقاها في المؤتمر العام السابع لحزب العدالة والتنمية بولاية قجلي غربي البلاد وقال أردغان في هذا الخصوص من صبر ظفر وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة منسك عن حل الأزمة في قرابا وهذا يأتي مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما النصر صبر ساعة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الرئيس أردغان الذي استطاع أن يحقق في خلال السنوات الماضية طفرة عسكرية نوعية بالطائرات المسيرة والذي قام بإمداد الدولة الأذرية المسلمة بهذه التكنولوجيا وبهذه الطائرات التي كان لها دورا حاسما في المعارك وقال أردغان في هذا الخصوص من صبر ظفر وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة منسك عن حل الأزمة في قرابا وأضاف أردغان إن فرحة الأذريين في تحرير أراضيهم المحتلة هي فرحة بالنسبة لتركيا أيضا وأشار إلى أن تحرير مدينة شوشة مؤشر على قرب تحرير باقي المناطق الأذرية الخاضعة للاحتلال وأوضح أردغان أن مجموعة منسك المعنية بحل الخلاف بين أذريبيجان وأرمينيا أهملت الأزمة القائمة في إقليم قرابا لمدة 30 سنة وأن الجيش الأذري هب لتحرير أراضيه بعد طول انتظار وتأسست هذه المجموعة التي تشارك في رئاستها كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة عام 92 بهدف تشجيع أرمينيا وأذريبيجان والتوسط بينهما من أجل إجال حل سلمي لقضية قرابا وأكد استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب أذريبيجان قائلا عمليات التحرير التي بدأت بها القوات الأذرية عقب الاعتداءات الأرمانية تتواصل بنجاح وفرحة أذريبيجان تعتبر فرحة لنا إيه اللي قالوا أيضا نائب الرئيس أردغان أنها أفراح في تركيا مسؤولين وشعب الشوارع تحتفل المواطنين سعداء نائب أردغان فؤاد أكتاي يقول سعداء بتحرير شوشة الأذريبيجانية فؤاد أكتاي في مقابلة مع قنامة حلية يقول مجموعة منسك المعنية بحل أزمة قراباغ لم تفعل أي شيء لحل الأزمة طوال سنوات أذريبيجان وضعت حدا للاعتداءات الأرمانية بإطلاق عملية مضادة لتحرير أراضيها ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة قاعدة توزن بالذهب أعرب نائب الرئيس التركي فؤاد أكتاي عن سعادته بتحرير مدينة شوشة الأذرية من الاحتلال الأرميني وقال في مقابلة مع القناة السبعة المحلية إنه لمن دواعي سرورنا بسط السيادة في شوشة وهذا تطور حاسم جدا بالنسبة لأذريبيجان وأشار أكتاي إلى أن مجموعة منسك تضم أمريكا وروسيا وفرنسا المعنية بحل أزمة قراباغ لم تفعل أي شيء لحل الأزمة على مدار أعوام وشدد أن أذريبيجان وضعت حدا للاعتداءات الأرمينية بإطلاق عملية مضادة لتحرير أراضيها المحتلة ولفت إلى أهمية واستراتيجية مدينة شوشة في إقليم قراباغ هذا الأمر يدعو إلى الفخر يدعو إلى السعادة يدعو إلى التضامن هذا النصر العظيم للمسلمين دفع أيضا وزارة الدفاع التركية الرئيس نائب الرئيس وزارة الدفاع إلى تهنئة أذريبيجان بتحرير مدينة شوشة في بيان عبر تويتر هنأت وزارة الدفاع التركية لأحد أذريبيجان بتحريرها مدينة شوشة من الاحتلال الأرميني وأضافت الوزارة في تغريدة عبر تويتر الجيش الأذريبيجاني البطل حرر مدينة شوشة المهمة من الاحتلال وأشارت إلى أن سكان أذريبيجان الأتراك سيشهدون تفتح ظهرة العندليب الشهيرة في شوشة بعد غياب 28 سنة هذا الأمر حقيقة يدعو إلى الفخار يدعو إلى نشوة الانتصار وأن نسبح بحمد الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا المساجد التي كان يربى فيها الخنازير تطهر الآن من هذا الدنس كما طهر المسجد الأقصى من قبل من الصليبيين عند عودته على يد صلاح الدين إنها لبشارة للمسلمين العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أيضا يهنئ أذريبيجان بتحرير مدينة شوشة في تغريدة عبر تويتر هنأ الناطق باسم حزب العدالة والتركية الحاكم عمر شليك الجيش الأذريبيجاني بتحرير مدينة شوشة من الاحتلال الأرميني وقالت شليك في تغريدة على تويتر الأحد مبارك نصر الإخوة الأذريبيجانيين في مدينة شوشة سعدنا جدا بهذا الانتصار وأضاف أن الجيش الأذري استطاع أن يحرر مدينة شوشة التي تستحوذ على أهمية بالغة في مسير التحرير إقليم قرابا وأشار إلى انتصار الجيش الأذري في هذه المدينة يستند إلى الحق والقانون مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذريبيجان ماذا قال وزير الخارجية أيضا وزير الخارجية يهنئ بتحرير شوشة العاصمة الثقافية لأذريبيجان في تغريدة على تويتر هنأ وزير الخارجية مولود جويش أغلو الجيش الأذريبيجاني بتحرير مدينة شوشة الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني وقال في تغريدة على تويتر تهنين لتحرير شوشة المدينة القديمة والعاصمة الثقافية لأذريبيجان وأردف علم أذريبيجان المجيد سيرفع في سماء شوشة إلى الأبد عاشت أذريبيجان بعالمها ذو الألوان الثلاثة يعني هذا نصر كبير سعادة كبيرة تضامن غير عادي أذريبيجان تدمر دبابات ومدافع للجيش الأرميني وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذرية أعلنت أذريبيجان الأحد تكبيد القوات الأرمينية التي استهدفت المناطق السكنية والعسكرية خسائر كبيرة في معدتها القتالية خلال اشتباكات الليل على محاور مختلفة من الجبهات إنها تتقدم نحو العاصمة الآن يعني العاصمة في قرباغ إن القوات الأذرية تعزز الهجوم وتحاصر العاصمة وتعتبر أن تحرير شوشة بإذن الله مقدمة لتحرير الإقليم كله الرئيس الأذري أعلن اليوم خبرا سعيدا مفرحا لكل الأذريين والأتراك والمسلمين أذريبيجان تحرر مدينة شوشة الاستراتيجية من الاحتلال الأرميني ويقول أن الأذان سيرفع في مدينة شوشة مجددا بعد منع 28 سنة وأوضح أن تحرير مدينة شوشة من الاحتلال الأرميني سيبقى يوما تاريخيا في سجل الجمهورية الأذرية وتابع لمدينة شوشة مكانة خاصة في تاريخ أذريبيجان شوشة زينت منطقة القوقاز بالكامل وليس أذريبيجان وحدها الفرحة العارمة انطلقت في كل المدن الأذرية أذريبيجانيون فرحة عارمة عقب تحرير شوشة جنود وإعلاميون ومواطنون هتفوا باسم المدينة إثر سماع خبر تحريرها إنه ليوم عظيم حيث رحب الأذريون على خط الجبهة بإعلان الرئيس الأذري إلهام علييف تحرير مدينة شوشة الاستراتيجية بإقليم قراباغ من الاحتلال الأرميني وأشادت كل القوات الأذرية والمواطنون والصحفيون في مدينة فضولي بنجاح جيش البلاد في تحرير المدينة من الاحتلال وعبروا عن فرحتهم بحسب مراسل الأنضول وهتف الجنود والمراسلين باسم المدينة وتأثر بعض الجنود وذرفوا الدموع من الفرح وأطلقوا النار في الهواء ابتهاجا إنه يوم تاريخي في تاريخ أذريبيجان والعالم الإسلامي إن الأذان سيرفع في مدينة شوشة الاستراتيجية مجددا بعد منعه لمدة 28 عاما عاشت أذريبيجان وتركيا وبلاد المسلمين جميعا منتصرين نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن ينصرهم وأن يكمل فرحتهم بتحرير كامل قرباغ وعودة كل مقدسات المسلمين للمسلمين مرة أخرى متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر